بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إذا أردت أن تقوم بتحويل صورة إلى ملف بي دي اف بحيث تستطيع أن تقوم بإرسالها إلى أصدقائك بدون أن يتم تقليل جودتها كل ما سنحتاج إليه هو هذا التطبيق الذي سيساعدنا في تحويل الصور إلى ملف بي دي اف سأضع لك رابط تحميل التطبيق في الوصف أسفل الفيديو بعد أن نقوم بتحميل التطبيق نقوم بفتحه من هنا تستطيع فتح الكاميرا بحيث تستطيع أن تصور الورقة التي تريد تحويلها إلى ملف بي دي اف ومن هنا نستطيع الذهاب إلى الاستوديو حتى نقوم باختيار صورة من الاستوديو أنا سأقوم بتحميل صورة من الاستوديو نقوم الآن باختيار الصورة التي نريد تحويلها إلى ملف بي دي اف تستطيع أن تختار أكثر من صورة وبعد أن تقوم باختيار الصور التي تريد اضغط على تحديد والان بعد ان تم اضافتها الى التطبيق اضغط على هذا السهم ليقوم بحفظها في جهازك ثم اختر حفظها باسم ملف بي دي اف والان تم حفظ الصور على شكل ملف بي دي اف واذا اردنا الدخول اليها نذهب الى ملفات ثم الى وحدة تخزين الهاتف ثم نذهب الى هذا المجلد هنا سيتم حفظ الصور التي قمت بتحويلها الى ملف بي دي اف وبهذا نكون قد قمنا بتحويل الصور الى ملف بي دي اف وتستطيع ارسالها الى اصدقائك عبر تطبيق الواتساب وغيره دون ان تخاف من ان يتم تقليل جودة الصورة وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقة اليوم اتمنى ان تكون قد نالت عجابكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واعتوب اليك اشتركوا في القناة